ورياضيا أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة درسة موقف مشاركة اللعب شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 والإجراءات التي قام بها اتحاد الدرجات في هذا الشأن جاء ذلك في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام بشأن واقع التعمد اللاعب إصابة أحد اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بسويس وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع قرامة مالية عليها ووجهت الوزرة بموافاتها بتقرير تفصيلي وفقا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومرعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية آخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظمة الرياضية